أكدت مصادر قبلية أن محافظة مأرب أصبحت الطريق الرئيسي لعمليات تهريب شحنات الحشيش والمخدرات صوب المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وأضافت المصادر أن تجارة وتهريب المخدرات تجري في المحافظة بحماية وتسهيلات يقدمها بعض ضعاف النفوس والمنبوذين من قبائلهم وبصورة علنية نظير عمولات مالية كبيرة جدا حيث ظهر الثراء الفاحش المفاجئ على بعضهم بعد مدة قصيرة من دخولهم هذا المجال وأوضحت أن شحنات المخدرات تمر عبر طرق فرعية في مديريات نائية رابطة بين محافظة مأرب وكل من صنعاء وذمار والبيضاء والجوف يستخدم خلالها المهربون سيارات الدفع الرباعي وشاحنات نقل البضائع الصغيرة والمتوسطة ولفتت المصادر إلى توجه مهربي المخدرات لاستخدام النساء عبر هذه المحافظات مشيرة إلى أن الكميات التي تمكنت النقاط الأمنية من ضبطها لا تكاد تذكر مقارنة بالكميات الشحنات التي تتمكن من الوصول إلى وجهتها وفي ظل قصور الدول الحكومي في الحد من هذه التجارة توصلت إحدى قبائل محافظة مأرب إلى وثيقة قبلية تقضي بمواجهة تجار المخدرات والمهربين عبر أراضيها وأعلنت قبيلة العذلان إحدى قبائل مراد نبذى أي فرد منها يعمل في تجارة المخدرات ومصادرة وسائل النقل والأموال والسلاح التي تكون بحوزته وهدر دمه إن حاول المقاومة ولا يحق لأهله المطالبة بديته أو الثأر له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر